خلينا نروح لمصطفى الفئي مصطفى الفئي رئيس مكتبة اسكندرية أعرفه شخصياً كنت أحد الشهود على وقعة تزوير انتخابات مجلس الشعب في عام 2005 ولي نجح فيها السيد مصطفى الفئي لصالح الحزب الوطني على حساب مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت في دائرة ضمنهور محافظة البحير ومصطفى الفئي واللي مشغل مصطفى الفئي واللي شغالين مع مصطفى الفئي كله كان عارف ان مصطفى الفئي ده مزور هو نفسه عارف انه كان مزور والمستشارة نوها الزيني المستشارة الشريفة طلعت فضحت هذا التزوير وقتها وقالت ان ما حدث جريمة ضد الديمقراطية وضد الوطن والمواطنة المهم تحول مصطفى الفئي لخبير سياسي وفقيه سياسي ورئيس لمكتبة اسكندرية من نجدها وبكل الكلام طالع مصطفى الفئي المبارح في لقاء مطول مع احمد موسى عارف احمد موسى دلوقتي بقى بينقل البرنامج بتاعه يروح لاشخاص معينة نقل البرنامج بتاعه من الستوديو وده القطر عشان يلمع كامل الوزير بعد الفضيحة بتاعة كامل الوزير ومشاكل كامل الوزير مبارح ايضا نقل البرنامج من الستوديو لمكتبة اسكندرية عشان يقعد بقى ونسمع ليه مصطفى الفئي هو بيتكلم عن انجازات الحكومة وازاي بقى ان احنا بلدنا عقلة وبلدنا رسية ومحدش قدر يجرجرها عسكريا في قضية سد النهضة وان بلدنا ادارة الملف باقتدار وبحنكة وبحصافة وبقوة وببعد نظر واستراتيجية الناس كلها شايفة الفشل اللي عملته البلد او اللي عمله المفاوض والنظام في ملف سد النهضة لكن ازاي ده الخبير السياسي المزور مصطفى الفئي شايف ان بلدنا ادارة الملف بحرافية وادارة الملف باتقال عايز اقف بس على جملة قالها مصطفى الفئي لما قالك ان الجمهورية الجديدة وهو فيه يتحدث يعني في معرض حديثي عن الجمهورية الجديدة قالك السيسي يسير زي القطر السيسي يسير زي القطر وقال ان الجمهورية الجديدة تعتبر تغييرا موضوعيا شكليا وليس شكليا فقط وقال كمان ان الرئيس السيسي يسير زي القطر ولا ينظر خلفه ويسير نحو تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة وانا متفق جدا مع كلام الفئي في هذا التصريح لما قال ان السيسي فعلا ماشي زي القطر وما بيبصش وراه وبيدهوس على المواطن الغلبان والمواطن الفئير وبيدهوس على او بيدوس على الدعم وبيدوس على الطبقة المتوسطة والطبقة الفئيرة تحت وهم او تحت شعار وحجة بناء الجمهورية الجديدة فيقوم يبني العاصمة الادارية الجديدة على حساب الاقليم وعلى حساب القاهرة يقوم يعمل حاجات وهمية على حساب التعليم والصحة والمواصلات وعلى حساب التنمية المحلية وعلى حساب البنية التحتية صدق مصطفى الفئي وهو مزور مش عايز اقول وهو كذوب لما قال ان السيسي ماشي زي القطر وما بيبصش وراه طبعا كل اللي وراه هم الشعب الغلبان والمهمش والطبقة المطحونة